الشين مرحبا أعزاء الصغار دعونا نكتشف مهنة اليوم مع حرف الشين خرج شكري في صباح إحدى الأيام رفقة أمه إلى السوق وإثر مرورهم أمام دكان على بابه أطباق منقوشة أشار شكري إلى رجل يزين طبقا من نحاس بمنقاش ومطرقة وقال هذا العم رشيد يا أمي الأم نعم إنه نقاش أتحب أن يعلمك النقش وعند وصولهم إلى المنزل أسرع شكري إلى غرفته بحماس وأغلق الباب ونقش على مكعبات الشمع فراشات وشمسا مشرقة ثم وضع على رأسه شاشية حمراء وقال مرحبا بكم في دكان شكري النقاش هل عرفتم مهنتنا اليوم يا صغاري؟ نعم نعم أحسنتم إنها مهنة النقاش النهاية لنتعلم معا يمكن أن نجد حرف الشين في ثلاثة مواضع أولا في أول الكلمة كأن نقول شرب شراع شيخ شرب شراع شيخ ثانيا في وسط الكلمة كأن نقول يشرح أشار بشر يشرح أشار بشر ثالثا في آخر الكلمة كأن نقول قرش كبش عش قرش كبش عش ترجمة نانسي قنقر